السلام عليكم اهلا بكم النهاردة هعمل معكم البصل البودر بالطريقة البسيطة السهلة زي اللي عملناها معها في الطوم البودر يعني ده الطوم البودر اللي انا عملته معاكم المرة اللي فاتت وده طوم خام خالص معنهوش اي اضافات زي اللي بنشتريه من عطار بيبقى حاطط عليه الكمية دي يحط عليها مسلا كبايتين بقصمات او او دقيقة باسبوسة والضرب ويطحن نعم في بعضه بيتباع على الاساس انه طوم بودر صافي والدوم البودر بتاعهم بيبعت شوية بعد ما بتشتريه من عطار بتلاقيه بيبقى فيه شوية كلكعة كده بيكلكع بعد ما يتركت ده عشان الاضافات اللي بيحطوها عليها لكن اللي عملته معاكم ده ده طوم بودر هوت كنت بعد ما عملته احتفظت به بالتلاجة وكانت بطريقة سهلة جدا وعرفناها في الفيديو بتاع التوم مش هنعيدي الكلام بس هنقول النهاردة ازاي برضو بنعمل البصل البودر خام وبطريقة سهلة يعني شاب ده الطوم بودر ده طوم هوت الطوم بودر عاملينه من برضو بنفس الطريقة بتاعة بتاعة القصد ده بصل البودر عاملينه منافسة طريقة ايه الطوم اه فانا باختصار كده على طول بجيب بجمع القشرة يعني اجيب بيستحسن في البصل البودر ان انا اجيب ما اجيبش البصل البني ده الاحمر بجيب البصل اللي هو اشرته صفرة زي دي كده او بيضة عشان يبقى اللون بتاعها فاتح فانا جمعت لان لو عملنا من ده مش هي ايه يعني هيبقى عاجة بس هيبقى لونه غامق واللون الغامق ده انا برضو لما بعمل منه البصل البودر بحطه على الكفتة والحاجات دي بيديها ايه لون فالبصل سواء غامق او فاتح بس ايه لو عملت القامق خليه الواحده والفاتح خليه الواحده عشان ده بيبقى لونه حلو في الكفتة والحاجات اللي ايه اللحوم المفرومة والكلام ده ايه فانا بجيب الاشرة هوت الاشرة ده البصل اللي ابيض جبت الاشرة الخارجي الاشرة الخارجية زي ما وردت لكم الاشرة الخفيفة دي كده اللي برة جمعت من البصل لغيض وكان مخصول ونضيف ونشف بباية حطه في الكفة اديله ولفة كده عشان اعرف افرمه في المفرومة بتاعة ايه الخلط يعني جمعي الكمية اللي تقدر عليها وعملت بس انا جايب لكم شوية بقى كده عشان نفرمهم ونشوفهم قدام اه قدامنا ازاي بنعملهم وهوريكو جزء تاني عملناه بطريقة تانية معلش يبقى الصوت شوية كده فانا بحطه في الكفة عشان ايه الحجم بتاعه يقل شوية يعني هو بعد ما كان مال الهيش كده ومال الكفة بتاعتنا دي بدأ بقى ايه يقل شوية عشان احطه في المفرومة الصغيرة اه بتاعة الخلط فبتبقى صغيرة فلازم ايه اقل الكمية بتاعته كده اضغطها يعني ولا تسخين ولا اي حاجة انا من جرة ان انا بخسل اه بخسل الاشر وهو جايباه وبعد كده بحطه في الهوف المروحة شوية صغيرين بينشف بجيبه اطحنه في الكباب بتاعة البصر وبعد كده احطه في بتاعة البصر يعني مش هنجيب بصل اه بصحيك وننخرطه ونحطه في الفرن وننشفه والحاجات اللي انا شفتها ديت الحاجات صعبة جدا قوي عشان اعمل شوية توم بعدين خلي بالك يعني زي ما قلنا ان الطوم القشر بتاع البصل البودر او الطوم البودر اللي بنعمل منه ده في نفس الكيمة الغذائية بتاعة البصلة نفسها يعني بتاعة البصلة نفسها يعني القشرة دي عبارة عن جلد بصل وبينشف يبقى دينا اشروها كزا فالقشرة في نفس الكيمة الغذائية ونفس الرجي عبال اكتر من اللحم بتاع البصلة نعليش الصوت ارجع احطوا هنا وافرموا في الخلو انا بحطوا نعليش الصوت شوية فانا بحطوا في الكابة بتاعة الخلاط بيبدأ ايه يطفرم اا نعم اواتي نعم هتديله كمان كم فرموا عشان يبقى ايه بالشكل بالشكل ده يعني عشان يبقى نعم بالشكل ده وبيبقى لونه صافي يعني ده عند العطار بيضيفه عليه بقى زي ما قلتلكم اضافات اللي هي ادي ايه البسبوسة او الصميت واتفرم نعم ويتباع بكميات كبيرة فده مركز وبياخد وقت شوية في الفرم عشان بيبقى ايه كمية قليلة فعلا بان ما بتاخد وقت بعد كده في الترقة التانية الجزء التاني يعني عشان اخليه بالشكل ده انا مش عايزة اقعد اضرب كتير عشان الصوت الخلاط مزعج بالنسبة لكم انا بقول ايه بعد ما خدنا القشرة الخارجية دي من اي بصل سواء احمر او بني ونشفناه وعملناه بالطريقة اللي انا قطيلكو عليها دي بعد كده بحطه برطمانات ازاز زي ما عملنا في التوم وعينه في باب التلاج ممكن بعد كده انا وانا بستعمل بصل القشرة الخارجية دي بتبقى رؤياء والقشرة الخارجية الاول قشرة في البصل بجمعها بتبقى مخصولة ونضيفة وبجمعها وعملتها بالشكل ده يعني باخد القشرة الاولانية مش باخدش البصل كله وخرطه وحطه في الفرن والقصة دي لأ انا باخد القشرة الخارجية بس من كل بصلها بستعملها وبيحطه في حاجة كده وصيبه ينشف براحته بقى خالص بعد ما بينشف خالص هو يعني بالشكل ده عفاقد هو ايه بقى كويس يعني ممكن اه يعني عشان انا ما بحطش الحاجة اللي هو التوم والبصل ما بحبش اعرضه للشمس او للحرارة عشان الفوادي اللي في كلها هتروح والريحة بتاعت التوم والبصل هتروح يبقى ملوش لازمة هيبقى اي حاجة كده فانا باخد نفس الورق ده هشوف دي دي كانت اشرت بصلها ايه بدأت ترق وتنشف فانا بجمع كمية وبحطها ايه على قد يعني لانشفت كل ما استعمل بصل اخد الاشرة الخارجية اخسلها وباخد الاشرة اللي انا طحنتها وباخد الورقة الاولانية حطها ده الواحد وده الواحد الورقة الاولانية بتاعت البصل اخليها الوحدانة لانا بتاخد وقت في التنشيف والتانية ما بتخدش وقت تاني يوم على طول بفرومها زي ما شفت ايه فنفس الحكاية دي هاعمل بقى هنا هنا برضو ايه هشوف كده هالهو نشف يعني بقى هقوم وغدها حطها برضو في الكابة هنا اللي هو الاشر الاولاني ده وقدينه فارما شوية اتعامل معايا بنفس الطريقة افرمه يعني انا افرم هنا تقديها هفرمها زي ما عملت معا القشر الخفيف ده الاشراء اللي جيت ايه شوية لقدام واقل الكمية اخطها برضو في الكابة واعمل منها التوم متضايق انا اقوى عشانك عشان الصوت الوحش ده فزي ما قلت لكم هو بيبدأ يقل بقى الحجم بتاعه واقفرمه ده اللي هو الاشراء ايه الاشراء الخارجية بتاعت البصل الاشراء اول ورقة في البصلة مشي الاشراء بقى الخارجي لا اول طبقة من البصلة باخدها بدقة توفر عليها الوقت اسيبها تنشف لوحدها من غير ما اعمل فيها اي حاجة وفي نفس الوقت اجيبها بقى قعد كده احطها في الكابة تقل له بعد كده احطها في المفرمه بتاعت الخلاط ونعمه عشان يبقى بالشكل ده وبعد كده بحطه في وفي الحياة مزعج قوي بالنسبة لكم فانا زعبانيه علي فانا هناخد نفس الكمية دي احطها برضو في اللي بعد ما بدأت بسيطة كده هحطها في الكابة بتاعت الخلاط وفرمها وكده هكون حملت معكم الايه يعني عشما عايز اضيع الوقت معاكم اضافرهم قدامكم وجهز لكم فهي الفكرة زي ما قلت لكم بنجيب القشرة خارجي ننخسله وننشفه ونطحنه مرة في الكابة ومرة في المطحنة على طول بتاعت الخلاط يبقى ناعم زي ده ونحطه ببرتمانات ازاز وبعد كده ما فيه فكرة تانية اللي عايز بقى يعني ياخد الطبقة الاولانية من البصلة جمعيها كلها بتبقى رائية او دبلانة كده نشف كمية برضو لما تنشف خالص وبعد كده برضو عامليها بنفس الطريقة دي هيكون عندك احلى بصل بودر آآ رحته جميلة جدا من غير ما اتعرضي للفرن ولا للشمس ولا اي حاجة عشان رحت تفضل فيه يعني التوم ده البودر رحت نفازة جدا وعملناه بنفس الطريقة وانتا شفت الفيديو بتاعه وده البصل وزي ما قطل لكم جيب البصل ابيض لو عايزينه فاتح شوية والغامق مش مشكلة لانه بيدي لون في الكفتة وفي ايه وفي الاخل وفي الطماطم وكل حاجة اتمنى اكون الفكرة وصلت لحضراتكم واتمنى تعجبكم وتكون سهل عليكم واتمنى تستركوا في قناة دي واتخلوش عليها باللايكس بالشير تحياتي عزة سدعين اشتركوا في القناة